وَأَسْتَعِينُ اللَّهَ فِي أَلْفِيَّةِ مَقَاصِدٌ نَحْوِ بِهَا مَحْوِيَّةِ وَأَسْتَعِينَ مِمَا لِعَلِمَا طَالِبَ مَفْعُولَيْنِ مِنْ قَبْلٌ تَمَى هذان بيتان مذكوران في باب ظننت وأخواتها وهما بيتان سهلان ومعناهما يسير قال في البيت الأول لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة علم تأتي بمعنى العلم القلبي وتأتي بمعنى عرفة مجرد معرفة ومنه قوله سبحانه وتعالى وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا أي لا تعرفون شيئا علم هذه بمعنى عرفة وليست كعلمة التي تنصب مفعولين هذه تنصب مفعولا واحدا لا تعلمون شيئا شيئا هو المفعول مفعول واحد فلا تدخل معنا في هذا الباب فكأن هذا البيت كأنه احتراز من علم التي تكون بمعنى عرفة احتراز من أن يظن الظان بأن علم هذه كعلم تلك حينما لا يجدها تنصب مفعولين وكذلك الظن إذا كان بمعنى التهمة هكذا التهمة على وزن فعله كهمزة إذا كان الظن بهذا المعنى نحو ظننت زيدا أي اتهمته فإنها لا تنصب إلا مفعولا واحدا تعدية لواحد ملتزمة ثم قال في البيت الثاني ولرأى الرؤية إن مما لعلما طالب مفعولين من قبل تما أراد أيضا هنا أن ينبهك إلى أن رأى قد تأتي بمعنى آخر رأى تأتي بمعنى علما وتلك قد علمنا من قبل معناها وعلمنا عملها وأنها تنصب مفعولين طيب فماذا نقول في علم في رأى التي تكون بمعنى الرؤية التي تكون في الحلم قالوا حلم في النوم إذا كانت بمعنى حلم يعني حلم يحلم ماذا نقول في رأى هذه هل تنصب مفعولين قال نعم طالب مفعولين فهي تنصب مفعولين ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى إني أراني أعصر خمرا أراني الياء المفعول الأول وأعصر خمرا هذه الجملة سدت مسد المفعول الثاني هذا هو حاصل ما أراده المصنف في هذين البيتين وإلى اللقاءة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر